على مدى أيام تأهبت إسرائيل بصواريخها ودروعها الجوية تحسبا لرد إيراني بعد استهداف قنصلية تهران في دمشق ووسط تكهنات دولية حول توقيت الثأر الإيراني جاءت عملية كوماندوس لبحرية الحرس الثوري الإيراني التي احتجزت سفينة شحن تابعة للكيان واقتاضتها صوب المياه الأقليمية الإيرانية عملية إنزال قامت بها مروحية لعناصر مسلحة فوق سطح سفينة MSC بالقرب من مضيق هرمز كانت ترفع العلم البرتغالي وهي مرتبطة بمجموعة زودياك المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيا العوفر وذكرت شركة MSC التابعة لمجموعة زودياك أن السلطات الإيرانية احتجزت السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز وأوضحت أن طاقم السفينة مكون من 25 فردا وهم يتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات إقليمية استولت على سفينة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء الفجير الإماراتي وأوقفت السفينة بيانات التتبع الخاصة بها وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة وفي أول رد فعل إسرائيلي قال المتحدث باسم الجيش دانياه الهاجاري أن إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد من جهته أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن طهران نفذت عملية قرصلة ويجب فرض عقوبات عليها ودعا الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وفرض عقوبات على إيران على الفور وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن توقع أن توجه طهران ضربة لإسرائيل ردا على استهداف القنصلية حال تأهب قصوى عاشتها إسرائيل فهل تكتفي إيران بتلك العملية أم أن الرد الحقيقي لم يأتي بعد